أكد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصري خلال فترة عيد الأبحى المبارك تأتي هذه التصريحات في إطار استعدادات مدريات الأمن على مستوى الجمهورية لاستقبال العيد المبارك جوالات مستمرة لمدير الأمن على مستوى الجمهورية سياسات قوية لوزارة الداخلية بالتواجد المستمر على أرض الشارع بمختلف المواقع الشراطية بنطاق المدريات اطمئنان على جهزية قوات الشرطة من ضباط وأفراد ومعدات وخاصة مع أربع عيد الأضحى المبارك وتأمين احتفالات المصريين في كل مكان تنبيهات برفع معدل الأداء الأمني لأعلى مستوى مع التأكيد دوما على احترام حقوق الإنسان ومراعاة احتياجات المواطنين وسرعة التحرك والرد الفوري على الاستغاسات المقدمة منهم جوالات مدير الأمن استهدفت في المقام الأول لاطمئنان على القوات في الأكمنة الثابتة والمتحركة وماذا جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ أو مشكلة ولم تغب الحالة المرورية عن المشهد فقد تم التأكيد على تيسير الحالة المرورية ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بالإضافة لحماية الأرصفة العامة من أي تعديات وللأقسام ناصيب أكبر من الجولات فهي أول ملاذ للمواطن لتقديم شكواه وبالفعل تواجد مستمر لكل الضباط والأفراد وإعلاء الشعار الشرطة دوما في خدمة الشعب